قبل ما نتكلم على مباراة البداية الدور النهاردة ربع النهاية نتكلم على تقييم حضرتك كده ورؤيتك لدور الستاشر والأداء بشكل عام في البطولة الغد الوقت لا هو البطولة مثل يورو دي أنا شايف أن هي من أفضل ممكن النسخ اللي هي في السنين الأخرانية يعني أنا شايف أن البطولة دي رغم أن هي ممكن بعض الفرق كانت بتمثل بعض المفاجآت من خروجها أو سواء المستويات اللي احنا متحفظين عليها يعني مثلا زي خروج مثلا منتخب الإيطالي والأداء اللي قدمه عكس مش عكس ما كان متوقع بس ضد فكرة التاريخ بتاع إيطاليا أن هي دايما بتبقى فرق لها تواجد في البطولات الكبيرة بس مثلا كان أداءهم مخايب جدا للأمال سواء على مستوى الأداء أو النتيجة في فرق مثلا قدمت بالنسبة لبعض المفاجآت للجمهور بس الحقيقة كانت من خلال شكلها في الفترة اللي فاتت قبل البطولة كانت بتدي الانطباع ده زي سويسرا مثلا مقدمة بطولة كبيرة جدا بغض نظر عن أداءها قدم المنتخب الإيطالي ونها خرجتهم بس قدمت بطولة متزنة جدا عن مستوى الأداء ومستوى النتائج طبعا أداء إنجلترا هو لغز كبير جدا لكل الناس المتابعة للكرة الإنجليزية رغم أن كل كان عنده توقع أن من قبل البطولة أن ساوث جيت هو العقبة الأكبر في طريق منتخب إنجلترا من أجل التتويق ببطولات كبرى وإن هو وجوده مع المنتخب هيمثل بالنسبة له معقل كبير إنه هم يقدروا ياخدوا خطوات كبيرة أو يوصلوا إلى الأدوار النهائية خروج إيطاليا كمان بلجيكا برضو خرجت ما قدتش الأداء اللي كان مفروض تقديه خصوصا إنها تصنفها في الفيفا من المنتخبات المتقدمة جدا على مستوى العالم بلجيكا عامة يعني يعرف لهو من بعد كأس العالم بتدى أن هو ياخد الانحضار بتاع أنه هو انتهاء الجيل الزهبي أولا اللعيبة اللي كانت بتمثل الجيل الزهبي زي ما بيطلق عليهم في بلجيكا مثلا مع تزال إيدن هازرد مع أنه ابتدى كيفين ديبروينة ابتدى مع عنصر السن رغم أدوه الكبير مع من سيتي بس يفضل هو الإيم كان الاسم الأبرد في المنتخب بلجيكا بس لو جدت بص كده على القوام ده مقررة مثلا بكس عالم اللي فات قول يورو لقبله هتلاقي أن اللعيبة اللي هم كانوا يمثلوا جيل الزهبي يبتدوا سواء مستوىهم يقل أو يبتدوا أنه هم خلاص كبروا والناس اعتزت ناس بقيتش تنضم للمنتخب فأوكي نتائجهم ممكن إلى حد ما كان ممكن يوصلوا أبعد من كده شوية بس ما كانوش ممكن إدارة عليهم من هم مرشحين للبطولة الحقيقة طب قبل ما اتكلم عن مباراة النهاردة أستاذ علي تركيا كمان تركيا وصلت أو حجزت بطاقة الوصول للربع النهائي شايف أداءها ازاي ضمن المنتخبات الكبيرة يعني تركيا الحقيقة قدمت يعني بتعتبر طبعا أنه وجودها للوصلة الانية للكورتر فاينال ده يعتبر نجاز كويس جدا رغم أن ما تشوهم طبعا كان مع النمسا كماتش ممكن أنت تقعد أنت سعيد جدا وانت قاعد بتتفرج به وأن المباراة كانت فيها مباراة بتعتمد على تحولها تجانب بدني جبير جدا كانوا موفقين بعد الشيء بس هم كانوا حطوا أقصى قدروا من القوة البدنية وإمكانياتهم الدفاعية قدروا أنهم على قد ما يقدروا يحجموا النمسا اللي أنا شايف أنها قدمت بطولة كبيرة رغم أنها اسمها طبعا ممكن مش اسم كبير في عالم كورة القدم بسم عارف راجنيك الحقيقة قدموا نسخة تقدر تعتبر نية استثنائية بالنسبة له